في فيديو كتيد النهاردة مختلف جدا علشان هنتكلم فيها عن ابراك كتير ابي وهو فيديو جنرال علشان هو موجه لكل الستات وعايز الرجالة برضو تفرج عليها يقولولي رأيهم لان رأي الرجال ان هما ينصحونا برضو حاجة حلوة جدا النهاردة هتكلم هو فيديو نصيحة لبرج ستات برج او يعني ازاي نقدر ان احنا نمتلك يعني قلب الرجل وسبيشلي انا بكلم فيديو يعني عام سبيشلي الرجل برج العزراء وبرج السرطان وبرج الجاتي قلب الرجل طبعا قلب الرجل من تقريبا دي اقتر حاجة من جننا كل الستاتل في الدنيا ان هو ازاي تمتلك قلب الرجل اللي هي بتحبه او مرتبطة بيه سواء مخطباله او متجوزاله فعلشان كده لازم نعرف ايه هي احتياجات الرجل في مشكلة مهمة جدا للأسف في العلاقات العاطفية والعلاقات الانسانية ان احنا مش بنفهم بعض مش بنتكلم معهم مش بنتحاول جاءت الطرف التاني علشان كده حلوة قوي قوي او مهمة قوي قوي ان احنا نعرف احنا محتاجين ايه في علاقاتنا مع البرجل بساعتنا وهم كمان محتاجين مننا ايه يعني الكونفيرزشن دي لازم تتعمل تتعمل مبيننا وما بين بعض انت محتاج مني ايه وانا محتاجة منك ايه لازم نفهم بعض لازم يبقى فيه توفاهم ومودة ورحمة طيب ايه هي مفاتيح امتلاك قلب الرجل وده عن طريق دراسة وعن طريق ناس خبراء نفسيين وخبراء يعني والدين كمان يعني اول حاجة اول حاجة مهمة التقدير التقدير يعني ايه يعني ان انت كست حسس ان انت بتقدرين يعني برج السرطان وبرج العزراء وبرج الجدي بيحب ان اللي قدامه يقدروا وكل ابراج بتايلي برج الاسل برج الحمل فحلوة قوي ومهمة جدا ان انت تحسسي الشخص او جوزك قطيبك لحد المورت طابطة بيه ان انت بتقدرين ان انت بتحترمين ان انت معجبة بيه معجبة بيه يعني يعني دايما من فترة لفترة لازم تفكرين بمميزاته بصفاته الحلوة اللي انت حبتيه عشانها يعني ايه اكتر حاجة بتعجبك فيه الحاجات اللي هو بيشدك فيها مهمة قوي ان انت تقدريه يعني تهتمي باللي بيضايق وما تعملهوش ان انت تهتمي بالحاجات اللي هو بيحبها وتركزي فيها وتحاول ان انت تشتغل على نفسك فيها فالتقدير ده اللي هو انا بقدرك يعني انا هعمالي كل حاجة علشانك وان انت تشكريه دايما لما يعمل حاجة كويسة يعني حلوة قوي كلمة شكرم حلوة قوي كلمة تنك حلوة قوي كلمة مرسي يعني لما حد يعمل لك حاجة انت بتحبها حاجة مهمة قوي ان انت تشكره حاجة مهمة قوي انت تقوله ياه معلش اتعبت معي معلش انت فعلا بازلت موجود وبجد شكرم من كل قلبي طب انا اسفل ان انا تعبتك يعني فالراجل بيحب الثناء وبيحب التقدير وبيحب الاعجاب التقدير برضو ان انت لما حد يعمل لك يقدم لك حاجة او يتحس نوتاب عشان يعمل لك حاجة تحسس ان انت مقدر مجهوده اللي عمله عشانك ان هم يعني تعبوا مراحشها بقى ابدا 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 بالعكس انت حاسس وعمل حاجة وعملها عشانك ومبسوط بيها ومقدرها كويس اوي 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 الحاجة التانية المهمة جدا من مفاتيح انتلاك قلب الرجل الاعجاب اي تنك ان معنى اعجاب ان 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 انت اكيد ان انت مش هترتبط احد الا انت معجبة بيه بس دايما لازم تتكلم لازم تحسسين ان ان انت معجبة بيه معجبة بالصفاته الحرب معجبة بزكاءه معجبة بطموحه معجبة ان هو عارفه وعايز ايه معجبة ان هو محدد ان هو عنده بلانز في حياته تفكريه بمميزاته لان الراجل دي بتدي له ثقة بنفسه احيانا ان الراجل بيجيله حتة تعنين احباط حتة ناجة في انرجي فدا دورك انت لان انت الشخص اللي بتحبه فدا دورك ان انت تطافي في ظهره وتدي له positive energy وتشيله وتستمتصي الطاقة الصلبية منه وتقول له لا دا انت كويس جدا دا انت بروب عليك دا انت حدي جنن دا انت مجابيك جدا دا انت برضو متبقاش وقع يعني تتعمل بزكاء الحده دي طيب الحاجة الرابعة المهمة اوي اوي في مفاتيح امتلاك قلب الرجل او كيف تأثرين قلب حبيبك او جوزك او غضيبك التقبل يعني ايه التقبل يعني لما ترتبط بحد لازم تتقبل صفاته صفاته الكويسة وصفاته الوحشة لان اي حد في الدنيا هتلاقيه عنده مميزات وعنده عيوب فلازم تتقبل عيوبه تتقبل طريقته تتقبل طريقته هدلته للموضوع تتقبل يعني يعني بلاش تقومن تنتقد تبقى بتحرجه لا اذا انا ضيقت منك عشان انت عملت كذا 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 وبجد ما كنت قليل الزوق لا 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 ما كانش هينفى انت تقول مامتي كذا 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 لا 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 ما كانش خاص فبلاش بلاش بلاش تتقل هو ان احنا نقعد ندي يعني كومنتز كتير قوي وانتقادات كتير قوي انت حاجة بتدايق الرجل مست بلاش على طول بقى انتقادات 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 ايه ده انت ببتفهمش ايه ده انت زي انت زي مخاكتخين كده ايه ده انت زي تصرفته غلط كده الرجل ما بيحبش الست اللي اتوقع تنتقده تنتقده وتنتقده وتنتقد ايوبه فعلشان كده مهمة قوي ان انت تتقبلي الشخص اللي انت مرتبطة به ان انت ارتبطت به خلاص او ان انت يعني تتقبل ايوبه وتتقبل مميزاته وتحاول ان انت تتاقلم مع عيوبه وتتعامل معه وتحاول تتغيره فيها بس من غير ما تنتقده بطريقة مباشرة طيب يعني بلاش نصايح كتير بلاش تتضالي بقى لا انت مفروض تعمل كذاν. لا لا واعتعمل كذا كذا ده ما يفعش خالص انت لازم تغارر من نفسك لازم ميفعش ما يفعش انتقاضات انتقاضات نصايح 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 انتكدا بتخساري الشخص اللي انت في تحريدك فام Santiago بلاش نصايح كتير بلاش انتقاضات كتير بلاش' طاقة زلبية عيزين ندي لبعض طاقة ايجابية من الحاجات المهمة قوي بالنسبة للراجل الاحتياج يعني ايه الاحتياج يعني الستة تحسسه ان هو مهم في البيت يعني لو جزء ان هي ما تقدرش تعيش من غيره ان البيت كله معتمد عليه هو القائل بتاع البيت الليدر بتاع البيت هو حجر الاساس بتاع البيت احنا محتاجينك يعني يعني لا انت انا مشوف ستات كتير ممكن يكونوا متحملين مسئولية ويعني الستة تلاقيها بتشتغل وبتصرف وبتتعب وبش عارفة ايه وفي الاخر ممكن جزء يروح يتجوز عليها علشان هو حاسس ان هي مش محتاجة حاسس ان هي ودي مشكلة كبيرة جدا ستات كتير مش بتنتبه لها للأسف لازم تحسس جوزك ان انت محتاجة او خطيبك او حبيبك ان وجوده مهم جدا في حياتك ان هو فارق معاك قوي ان انت ما تقدرش تعيش بتغيره ان هو لازم يكون موجود له ان هو السند هو الظهر هو الادفايس هو النصيحة هو الحد اللي ما ينفعشي ان انت بتعتمد عليه كويس او بتثق في قدراته في ان هو يقود الموضوع ويقود البيت ويقود العلاقة ويقود كل حاجة في الدنيا ان هو بيقدر شخص بيتحمل المسئولية ان انت بتعتمد عليه شنو هو شخص بيتحمل المسئولية وشخص قادر على تحمل المسئولية اه يعني حسسي الراجل برجلته مهمة اوي ان الراجل يحس ان هو راجل ان هو الاسد ان هو المانجر ان هو الليدر فمهمة قوي ان هو يحس في النقطة دي مهمة جدا جدا الله ده عمر ابني جيه ويبواصل الفيديو دلوقتي حالة حلوة قوي ان انت تكوني وثقة في نفسك ان انت مفاتيحة يعني ايه موانتي ايه موانتي انا مضطرة ان انا قلت بمعنى صار ان اتفاصل وطبعا عمر ابني اقتحم اقتحم يعني الفيديو الحاجة البردو المهمة قوي اللي انا بقول فيها لكل ست بتفرج علي ايه مهمة قوي ان راجل يحس ان انت واثقة في فنفسك واصة فيه يعني ان واثقة فى ان هو واثقة ان هو بيحبك واثقة متée赘ير دي ما يحمس ان انت شك فيه وان هو بي decoration وانه بيلعب بية له حلوة قوي ان انت تغير سيلة به ثقتك في نفسك ان انت عند تقيل ان انت عرف قيمة نفسك ان انت ان انت انثى كاملة الأنثى يعني حاسسي بأنثتك بزكاء يعني ان ان انت اليسست به considering un chaine تتم بشكلك تتم بجمالك تهتمي بمظهرك تهتمي برحتك تهتمي بمستقبلك تهتمي بطموخك يعني ما يشوفش منك الا الحاجة اللي تصره ما يشمفش منك كتير احلى ريحة ان هو يحس ان هو يعني لما انت تهتمي بنفسك قدام الراجل هيحس ان انت بتهتمي بيه ان انت بتهتمي بنفسك عشانه بتهتمي بشكلك عشانه بتهتمي برحتك عشانه مهم اول ان هو يحس ان انت شخص جميل يستحق الحب الراجل بيحب بعنيه يحب بعينه يعني أي راجل في الدنيا هتلاقي مهمة قوي شكل شكل اللي هو تبقي ملك الجمال بس شكل اللي هو عينك هو هيحب بعينه الأول بعد كده بقلبه فعينه مهمة جدا 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 إنه ما تشوف شكل أحلى حاجة حسس الراجل برجلته بإن هو قائد البيت بإن كلمته ليها وزن كلمته ليها حضور في البيت ثاني حاجة لازم تتدي له حرية تتدي له حتة كده اللي هو مساحة من الخصوصية بتاعته يعني مش حلوة قوي إنه إحنا أحيانا يبقى الراجل متضايق عايز زهر في نام كويس عايز زيكل خويس فأنت تبقي عارفة يعني إمتى الوقت اللي تتكلم معك إمتى الوقت اللي هو محتاجه يبقى مع نفسه فيه فكر عنده مشاكل في الشغلة عنده مشاكل فتدي له مساحة من الخصوصية ما تبقى إش تطلق على نفسه ما تبقى إش زنانة قوي لأ ادي له مساحة من الخصوصية ادي له حرية ودي له وقت يخرج مع أصحابه يبقى ودخط من غير ما تقوليه قولي شوية إنت فين؟ إنت رحت فين؟ إنت جاي إمتى؟ إذا نزهقت إذا أنت لازم تيجي فدي له مساحة من الخصوصية ادي له حرية وبلاش تقيديه بلاش تزني عليه بلاش تكوني خنيئة يعني زي ما قلت إن إنت إذا هتم بيه حاجة حلوة جدا خليك الستة زكية الراجل بيحب الستة الزكية الراجل بيحب الستة طموحة الراجل بيحب الستة اللي ليها خضور ليها مكانها في المجتمع خلي عندك بلان في حياتك خليكي خلي عندك صحابك خلي عندك حياتك الخاصة ما تبقى إيش أنت قادة هو مصدر اهتمامك وهو حياتك كلها وقف عليه وهو أهم حاجة في الدنيا وهو لو اختفى الدنيا خلاص بوضل لا مش حلوة جدا خالص الراجل بيحب الستة المستقلة الستة اللي في نفس الوقت يعني في المستقلة عندك حياتك وعندك طموحك وعندك في نفس الوقت أنت محتاجه له خليكي حنيينة خليكي متسامحة يعني لما يغلطي لما تغلطي الحلوة قوي أن أنت تعتذر لما يغلطي بيجي يعتذر لك مش غلطي تكبري الموضوع بقى تروح تقول لك أهلك وأهله لما يغلطي ويعتذر احترمي أن هو قطغى وكسر حتى دي ويجي يعتذر لك يعني احترميها وقدريها وحاسسي بكايند أوف أبريشييشن لما تغلطي يعتذري قولي أنا أسفة قولي أنا بعتذر عشان أنا غلطي لما تغلطي أترفي بغلطك قد إيه جوزك أو خطيبك هيحترمك ما تفضليش دايما حاسساه أن هو تارجت من الستات بقى وكل هون بيجروا وراءك وانت خايف عليه لا يخطفوا انت كده أصلا هخليه فكر في كده لما انت تجيله الحاجة وتتكلمين فيه كتير هو هبدأ يفكر فيه بلاش تقول له انت بتتكلمين انت بتعمل إيه بلاش غيره الأوفر بلاش تحسسين انت عامل عليه حصار قومي فمهمة هو انتوا تفكروا في الصفات دي وأنا أتمنى ان هو الفيديو يكون عجبكو وعملوا لعك للفيديو واشتركوا في القناة ما اشتركتوش وانا بتكلم عن الرجل السرطان ورجل العدراء والرجل الجديد بس الصفات دي صدقوني هتبتجب اي رجل في الدنيا وهذه في هذه الحياة ولا ما حبيوكم كثير قوي هملكو فيديو رائب عن الابراج ما تنسوش ان الستة الزكية هي الستة اللي بتعرف توصل اللي هي عايزة بتعرف تحقق طموحاتها خليكي الستة زكية خليكي الستة جميلة خليكي الستة مخترمة علشان تقدري تجذبي الشخص اللي انت بتحبيه لو استحقوا منك انت تكون يعشان اك اهله وكرم الستة في الحياة بشكركم بشكركل ناس فرجت علي اوديزيش اقولي راييوقو خاصت Porky seinen الرجال اقولي تعليقاتكو اه 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 ال اه 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 بش خاص профن ان تحبيه عشان صعبا جدا احنا نلاقي حد نحر اه وفي هذه الايام الصعبة جدا المستحيلة جدا يا بصوا انا ابني عمر خلاص اقتحم الفيديو وتقريبا انا بوض الفيديو فلازم انها اقفل بجاب ما تنسوش تشيركو في القناة وبحب كل الناس اللي بتابعني وببقى موصولة اوي من تعليقاتك عشان كده استنى تعليقاتكو بريت اعملوا تعملوا شير لاصحابكو اللي انتم مهتمين ان هم يشوفوا الفيديو ده وانا مش بقول ان انا بيرفكت وانا عندي بعكس انا ممكن هكون عندي اخطاء كتير اوي بس انا حاولت ان انا نجمع كل الصفات اللي كل استنى محتاجها تعرفها عشان تأثر قلب حبيبها او جزها وبشكركم واشوفكم في فيديو تاني باي باي